السلام عليكم اليوم راح نشرح فيديو بسيط جدا على المبدأ الارتفيشي الليفت يعني الرفع الصناعي احنا ليش نستخدمه اذا شوفون هنانا عدنا يرفريشن اكو هنانا بي دابلو اف ضغط الجريان البي اتش الهايدرو استاتيك براشر وعدنا البي على السطح البي سيرفس اللي هو البراشر سيرفس هاي الضغوط التلاثة اللي هو السيرفس براشر الهايدرو استاتيك براشر والفلوغي براشر اذني هن الاساس قيم هن هن الاساس اللي راح نيحددنه هل احنا نقدر ننتج بالبير نتشرح الفلو لو ارتفيشي الليفت عس على سبيل المثال هذا البير معنى هذا البير يقول اذا البي دابل يو اف والتك هاي ضغط الجريان اكيد اذا هذا عندك ضغط جريان اعليه من مجموع هذن الثنين الهايدرو استاتيك براشر والسيرفس براشر اكيد راح يدفع يصير عندك الانتاج طبيعي اذا هذا البي دابل اف اعلى من مجموع هذن الثنين راح يدفع اكيد راح ينتج البير عندك نتشرح الفلو زين هذا اذا البي دابل اف اكبر من مجموع الهايدرو استاتيك براشر والسيرفس براشر اعلى من مجموع هذن الثنين راح ينتج عندك البيير طبيعي هذا الفلود كولوم الموجود بداخل البيير اللي يطينا الهايدروستاتيك براشر لو احنا ما ينتج البيير شون اللي راح يصير مجموح اذن الثنيا السيرفيس براشر زائد الهايدروستاتيك براشر راح اليمن يتغلب يتغلب على البي دابل يو اف البيير ما راح يدفع اذن البيير ما راح يقدر ينتج ناتشرا الفلو وبالتالي احنا لازم نروح نستخدم الارتفيشي الليفت اللي هي مجموعة الاس بي والقاز ليفت والسكر رود والبي سي بي واي طريقة رفع صناعي ملائمة للبيير وشكرا